موسيقى مجازوة سادسة ألهم بكم من المتوقع أن تدخل الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة خلال صباح اليوم الجمعة على الساعة السابعة صباحا بتوقيت فلسطين وهو ما يعني الآن في هذه اللحظات وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت أمس أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن في حدود الساعة الرابعة ويقدر عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة خمسين مقسمين على أربعة أيام ويشمل اليوم الأول ثلاثة عشر شخصا وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم استلام قوائم المدنيين الذين سيفرجوا عنهم من الجانبين معنبا عن أمله في أن تقود هذه الهدنة الإنسانية إلى تحقيق هدنة دائمة وسلام دائم وإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى قطاع غزة خلال فترة الهدنة الإنسانية الأنصاري أكد أنه تم الاتفاق على الوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة الإنسانية داعيا إلى تجنب أي خرق للهدنة وهذه الصور إذن مشاهدين التي تأتينا مباشرة من غزة ترقب في هذه اللحظات أن تدخل الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ على الساعة السابعة بتوقيت فلسطين ما يعني في هذه اللحظات كما نتابع مشاهدين على هذه الصور التي تأتينا مباشرة من غزة في خبر آخر استبقت قوات الاحتلال الصهيوني دخول الهدنة بتصعيد قصفها حيث اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الجمعة المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة وأطلق النار على امرأة جريحة واستشهدت على الفور وأصاب واعتقل ستة آخرين حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وأضفت الوكالة إن قوات الاحتلال التي تقصف وتحاصل المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهي شمال قطاع غزة أقدمت على اقتحامه وسط اطلاق نار مكثف وقتلت سيدة جريحة بصورة وحشية وجرحت ثلاثة آخرين واعتقلت ثلاثة آخرين على الأقل وقالت مصادر أساحية لوكالة وفاء إن ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفضع وأشد مما قام به في مجمع شفاء التربي وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت المستشفى بشكل مباشر بالقصف ما أدى لاستشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه وإصابة آخرين بجروح وتعطل العديد من مرافقه المهمة بما في ذلك غرف العالم العمليات عفوا ومحطة الأكسجين بداخله هذا واستهدف الطيران الحربي الصهيوني فجرا بناية سكنية مأهولة مقابل مخبز الحج في مخيم صراط واستقطع غزة ما أدل اشتعال النيران في المكان وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء حسب وكلة الأنباء الفلسطينية إلى ذلك انتشلت تواقم الدفاع المدني عشرة فلسطينيين من تحت الانقاض جراء قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة خضر في مدينة جباليا شمال قطاع غزة كما وصلت طائرة الاحتلال لاستهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات بلغ إجمالي والمجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني منذ السابع أكتوبر المنصر ألفا وأربعمائة مجزرة خلفت أكثر من أربعة عشر ألفا وثمانمائة شهيد بينهم أكثر من ستة ألاف ومائة طفل وأكثر من أربعة ألاف امرأة وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة المكتب أضف أن عدد المفقودين تجاوز سبعة ألاف مفقود مشيرا إلى أن عدد الشهداء من الكوادر الطبية بلغ مائتين وسبعة من الأطباء والممرضين والمصعفين كما استشهد ستة وعشرون من طواقم الدفاع المدني وخمسة وستون صحفيا أما بخصوص الجرحة فقد تجاوز عددهم ستة وثلاثين ألفا أكثر من خمسة وسبعين بالمئة منهم من الأطفال والنساء فيما بلغ عدد المقارات الحكومية المدمرة مائة وثلاثة مقارات ومائتين وستا وستين مدرسة منها سبع وستون مدرسة خرجت عن الخدمة ختم الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة